موسيقى الجوينت كابسول الخاص بالهيب جوينت عبارة عن محفظة أو كيس محيط بالمفصل من الخارج ومكون من فيبرس أند سينوفيال كابسولز جزء ليفي وجزء زلالي الفيبرس كابسول اللي هو الكيس اللي فيه بيكون قوي وسميك وبيتم دعمه وتقويته بواسطة مجموعة من الأربطة بتشمل كل من الفيبرس كابسول بيكون غلاف محيط بالهيب جوينت ومعظم النيكوزة فيمر والجزء البروكسيمالي من الفيبرس كابسول واللي بيكون ققرب للحوض متصل بالايدوف заستابلام والترانزفيرس استابلير ليجمينت والجزء الابعد من الفيبرس كابسول متصل بالفيمرال نيك والإنتر تلكنترك لين والجريتر تلكنتر من الأمام ومن الخلف بيكون اللي تصل بالنيك برضو بروكسيمالت وإنتر تلكنترك كريست وبشكل عام الفيبروس كابسول مكونة من ألياف دائرية عميقة بتكون جزء أو منطيع اسمع زونة أوربكولاريس ودي عبارة عن حبل أو طوء موجود حول الفيمرال نيك بيشد ويدغط على الفيبروس كابسول وبيساعد على تثبيت الفيمرال هيد داخل الاسطابيلة السونيفيال كابسول للهيب جوينت بتخطط السطح الداخلي للفيبروس كابسول وبتكون غلاف بيحيد بالليجامين تمتيرز وبرضو السونيفيال كابسول بيبطن الاسطابيلر فوسة وبيغطي الفاتباد الموجودة في الاسطابيلر نوتش وبتكون متصلة بالإيجيز أو في الاسطابيلر فوسة والترانزفيرس الاسطابيلر ليجامينت السونيفيال كابسول بتبرز لأسفل والخلف وبتكون بيرسة زي وسادة كده أو مخدة اسمع أوبتوريتر اكستيرناس بيرسة بتفمي التندن الخاص بالأبتوريتر اكستيرناس مصر في منطقة الهيب بيكون في العديد من الوساد والاسمع بيرسي بسبب عدد العضلات الكتير الموجودة بالمنطقة دي الهيب بيرسي بتختلف في عددتها وأماكنها ووظيفتها أنها بتقلل الاحتكاك في أماكن مرور الأوطار والعضلات فوق العزاء الهيب بيرسي الرئيسية هي كل من تروكنتريك وإليوسوس وإسكير التروكنتريك أو متسمع سابجوليتياس ماكسيماس بيرسة موجودة بين مكان الإنسيرشن الخاص بالجوليتياس ماسلز والفاستزلاتريلز ماسل والجريتر تروكنتر أوفزفيمر والهيليوسوس أو متسمع اليوبكتينيال بيرسة تقع بين الهيليوسوس تندون والليزاف تروكنتر أوفزفيمر وبيكون موجود ما بين الإسكيل تبريستي ولكوليتياس ماكسيماس بيرسة الهيليوسوس